بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم إذا ذكَّى وذكر اسم ربِّه فصلَّى بل تُؤهِرُون الحياة الدنيا والآخرة خيرٌ وأبقى قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال أبو الأحوص رحمه الله إذا أتى أحدكم سائلٌ وهو يريد الصلاة فليُقدِّم بين يدي صلاته زكاته فإن الله يقول قد أفلح من تذكَّى وذكر اسم ربِّه فصلَّى وقال قتادة رحمه الله في هذه الآية قد أفلح من تذكَّى وذكر اسم ربِّه فصلَّى زكَّى ما له وأرضى خالقه ثم قال تعالى بل تُؤثرون الحياة الدنيا أي تُقدِّمونها على أمر الآخرة وتُبَدُّونَهَا على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم والآخرة خيرٌ وأبقى أي ثواب الله في الدار الآخرة خيرٌ من الدنيا وأبقى فإن الدنيا دنية فانية والآخرة شريفةٌ باقية فكيف يُؤثرُّ عاقِلٌ ما يفنَى على ما يبقى ويهتمُّ بما يزولُ عنه قريبًا ويتركُ الاهتمام بدار البقاء والخل فعلى المسلم أن يجتهِدَ في الأعمال الصالحة ويأخُذ من الدنيا ما يُعينُه على طاعة الله ولا يشغَلُه بل تُؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرٌ وأبقى قال الإمام أحمد رحمه الله حدَّثنا حسين بن محمد حدَّثنا ذويد عن أبي إسحاق عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دارُ من لا دار له ومالُ من لا مال له ولها يجمعُ من لا عقل له يحُثُّن الرسول صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في الأعمال الصالحة وعدم الإنشغال بالدنيا وقال ابن جرير رحمه الله حدَّثنا بن حميد حدَّثنا يحيى بن واضح حدَّثنا أبو حمزة عن عطاء عن عرفجاء الثقفي قال استقرأت ابن مسعود رضي الله عنه سبِّخ اسم ربِّك الأعلى فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال آثرنا الدنيا على الآخرة أي قدَّمنا الدنيا على الآخرة فسكت القوم وقال آثرنا الدنيا لأنَّا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل أي الدنيا وتركنا الآجل وينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة التي تنفعنا في الآخرة ونأخذ من الدنيا ما يُعينُنا على طاعة الله ولا يشغلنا عن طاعة الله تعالى وهذا منه من ابن مسعود رضي الله عنه على وجه التواضع والهضم يعني وصف نفسه من نقص تواضعاً لله رضي الله تعالى عنه أو هو إخبار عن الجنس أي جنس الناس من حيث هو والله أعلم وقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمر بن أبي عمر عن المطلب ابن عبد الله أن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضرَّ بآخرته ومن أحب آخرته أضرَّ بدنياه فآثِروا ما يبقى على ما يفنى أي قدِّموا ما يبقى وهو الآخرة على ما يفنى على الدنيا الفانية تفرَّد به أحمد رحمه الله وينبغي لنا أن نجتهد فيما يقرِّبنا إلى الله ويرضي الله عز وجل ونأخذ من الدنيا ما ينعيننا على طاعة الله ولا ننشغل بها وقد رواه أيضا عن أبي سلامة الخزاي عن الدرى وردي عن عمر بن أبي عمر به مثله سواء وقوله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام قال الحافظ أبو بكر للبزار رحمه الله حدَّثنا نصر بن علي حدَّثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن إكرماء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كل هذا أو كان هذا في صحف في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام ثم قال لا نعلم أسند أثقات عن عطاء بن السائب عن إكرماء عن ابن عباس رضي الله عنهما غير هذا وحديثاً آخر أورده قبل هذا وقال النساء رحمه الله أخبرنا زكري بن يحياء أخبرنا نصر بن علي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن إكرماء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت سبِّح اسم ربك الأعلى قال كلها في صحف إبراهيم وموسى فلما نزلت وإبراهيم الذي وفَّى قال وفَّى ألا تذر واذرة وذر أخرى يعني أن هذه الآية كقوله في سورة النجم أم لم ينبَّأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفَّى ألا تذر واذرة وذر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يُرَى ثم يُجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى الآيات إلى آخرهن وهكذا قال إكرماء رحمه الله فيما رواه ابن جرير رحمه الله عن ابن حميد عن مهران عن سفيان الثوري عن أبيه عن أكرم بقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يقول الآيات التي في سبح التي في سبح اسم ربك الأعلى كل ذلك موجود في صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام وقال أبو العالية قصة هذه السورة في الصحف الأولى أي مذكور في الصحف الأولى واختار ابن جرير رحمه الله أن المراد بقوله إن هذا إشارة إلى قوله قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطأ ثم قال إن هذا أي مضمون هذا الكلام لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وهذا اختيار حسن قوي وقد روي عن قتاد وابن زيد رحمهم الله نحوه والله أعلم تفسير سورة الغاشية وهي مكية قد تقدم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبخ اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة كان يقرأ هاتين السورتين في صلاة العيد وأيضا في صلاة الجمعة سبح والغاشية وقال الإمام مالك رحمه الله عن ضمره بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة ما سورة الجمعة قال هل أتاك حديث الغاشية يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية رواه أبو داود رحمه الله عن القعنبي والنساء رحمه الله عن قتيبة كلاهما عن مالك به رحمهم الله ورواه مسلم وابن ماجة رحمهم الله من حديث سفيان ابن عيين عن ضمر ابن سعيد به بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع الغاشية من أسماء يوم القيامة قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتاد وابن زيد رحمهم الله لأنها تغش الناس وتعمهم وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد التنافسي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية فقام يستمع ويقول نعم قد جاءني قد جاءني حديث الغاشية وقوله وجوه يومئذ خاشعة أي ذليل قاله قتاد رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما تخشع ولا ينفعها عملها وقوله عاملة ناصب أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت أي تعبت فيه وصليت يوم القيامة نارا حامية وذلك الكافر إذا عمل أعمالا ولكن لم يسلم لا تنفعه فليعذب بالنا وقال الحافظ أبو بكر البرقاني رحمه الله حدثنا إبراهيم ابن محمد المزكي حدثنا محمد بن إسحاق وقال الحافظ أبو بكر البرقاني رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد المزكي حدثنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر قال سمعت أبا عمران الجوني يقول مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب بمكان الراهب العابد من عباد النصارى قال فناداه عمر رضي الله عنه نادى الراهب يا راهب يا راهب فأشرف أي نظر قال فجعل عمر رضي الله عنه ينظر إليه ويبكي ينظر إلى الراهب عابد من عباد النصارى ويبكي عمر يبكي رضي الله عنه فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تسلى نارا حامية فذاك الذي أبكاني هذا النصراني يتعبد ويتعب ولكن هو إلى النار لأنه كافر لم يؤمن بالله لم يوحد الله ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فعمله باطل ويعذب بالناء لأنه كافر لم يسلم وقال البخاري رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما عاملة ناصبة النصارى يعملون ويتعبون ولكن لم يؤمنوا وعملهم باطل ولهم النار والأياذ بالله فالعمل لا يقبل إلا بشرطين أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لهدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعن أكرم والسد رحمهم الله عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب والأغلال قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتاد رحمهم الله تصلى نارا حامية أي حارة شديدة الحر تسقى من عين آنية أي قد انتهى حرها وغليانها آنية أي حارة شديدة الحرارة نعوذ بالله قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن والسد رحمهم الله وقوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما شجر من نار ضريع شجر من نار وقال سعيد بن جبير هي الزقوب وعنه أنها الحجارة وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو الجوزاء وقتادا هو الشبرق شجر وقال له وقال له الشبرق قاله قال قتاد رحمه الله قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع قال اكرمة رحمه الله وهو شجرة ذات شوك لا طئة بالأرض شجرة ذات شوك لا صق بالأرض أن ليس لها ساق وهو طعام أهل النار اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار وقال البخاري رحمه الله قال مجاهد رحمه الله الضريع نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم نسأل الله السلام وقال معمر عن قتاد إلا من ضريع هو الشبرق إذا يبس سمي الضريع وقال سعيد عن قتاد ليس لهم طعام إلا من ضريع من شر الطعام وأبشائه وأخبثه هذا ما أعد للكفار نعوذ بالله من الكفر والمعاصر وقوله عز وجل لا يسمن ولا يغني من جوع يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين لما ذكر حال الأشقياء سن بذكر السعداء فقال عز وجل وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة أي يعرف النعيم فيها وإنما حصل لها ذلك بسعيها أي بإيمانها وتقواها وقال سفيان لسعيها راضية قد رضيت عمل عملها الذي عملته في الدنيا من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى في جنة عالية أي رفيعة بهية في الغرفات آمنون لا تسمع فيها لاغية أي لا يسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو وهو الكلام الذي لا فائدة فيه كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام وقال عز وجل لا لغو فيها ولا تأثيم وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما 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 فيها عين جارية أي سارحة وهذه نكرة في سياق الإثبات وليس المراد بها عين واحدة وإنما هذا جنس يعني فيها عيون جاريات وقال ابن أبي حاتم رحمه الله قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا بن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك جبال المسك يجري من تحتها أنهار الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات فيها سرر مرفوعة أي عالية نائمة كثيرة الفرش مرتفعة السمت عليها الحور العين قالوا فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له تنخفض حتى يجلس عليها وأكواب موضوعة يعني أواني الشرب معد مرصد لمن أرادها من أربابها ونمارق مصفوفة قال ابن عباس رضي الله عنهما أن مارق الوسائد وكذا قال عكرمة وقتاد والضحاك والسد والثور رحمهم الله وغيرهم وقوله وزرابي مبثوثة قال ابن عباس رضي الله عنهما الزرابي البسط وكذا قال الزحاك وغير واحد رحمه الله ومعنى مبثوثة أي هاهنا وهاهنا لمن أراد الجلوس عليها ونذكر هاهنا الحديث الذي رواه أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله حدثنا عمر بن عثمان حدثنا أبي عن محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري عن سلمان بن موسى حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه سلم ألا هل من مشمر للجنة أي مجتهد لعمل أهل الجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمِّرون لها قال قولوا إن شاء الله قال القوم إن شاء الله اللهم وفقنا للعمل الصالح وثبتنا على الإيمان والهدى وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات ورواه ورواه ابن ماجه رحمه الله عن العباس ابن عثمان الدمشق عن الوليد ابن مسلم عن محمد ابن مهاجر به رحمهم الله فعلينا أن نجتهد فيما يقربنا إلى الله اللهم وفقنا وأعنا وتقبل منا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم يقول تعالى آمرا عبادة بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته هذه المخلوقات تدل على عظمة الله وقدرة الله جل جلاله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب فإنها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك تلين للحمل السقيل الله الله عز وجل سخرها تحمل الحمل السقيل وتنقاد للقائل الضعيف تنقاد الإبل للولد الصغير إذا أخذ الزمام تمشي وراء تسخير من الله جل وعلا وتوكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها ونبهوا بذلك ونبهوا بذلك لأن العرب ظالب دوابهم كانت الإبل وكان شريح القاضي رحمه الله يقول خرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم كما قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وإلى الجبال كيف نصبت أي جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لألا تميد الأرض لأهلها الله خلق الجبال راسية للأرض حتى لا تتحرك الأرض وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادل وإلى الأرض كيف سطحت أي كيف بوسطت ومدت ومهدت فنبه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه والسماء التي فوق راسه والجبل الذي تجاهه والأرض التي تحته على قدرة خالق ذلك وصانعه جل جلاله وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك جل جلاله وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه وهكذا أقسم ضمام اسم رجل في سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد رحمه الله حيث قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنه أتانا رسولك أي من أرسلته يدعونا إلى الله فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمص صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك قال الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك قال الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ولأ أي هذا ضمام فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله وصلى وذكى وحج وأيضاً الصيام لعله كان قبل فرض الصيام أركان الإسلام الخمسة إذا حققها العبد يدخله الله الجنة كفر بالمعبودات الباطلة ووحد الله وآمن بأنبياء الله ورسله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رواه مسلم رحمه الله عن عمر الناقد عن أبي النظر هاشم بن القاسم به وعلقه البخاري رحمه الله ورواه الترمذي والنساء رحمهم الله من حديث سليمان بن المغيرة به ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنساء وابن ماجة رحمهم الله من حديث الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه به بطوله وقال في آخره وَأَنَا ضِمَامِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بَنِ بَكْرِ رضي الله عنه وقال الحافظ أبو يعلى رحمه الله حدَّثنا إسحاق حدَّثنا عبد الله بن جعفر حدَّثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما كان يُحدِّث عن امرأة في الجاهلية عن امرأة في الجاهلية على رأس جبل معها ابنٌ لها ترعى غنما فقال لها ابنها يا أمة من خلقك قالت الله قال فمن خلق أبي قالت الله قال فمن خلقني قالت الله قال فمن خلق السماء قالت الله قال فمن خلق الأرض قالت الله قال فمن خلق الجبل قالت الله قال فمن خلق هذه الغنم قالت الله قال إني لأسمع لله شأنًا الله شأنه عظيم وألقى نفسه من الجبل فتقطع ذلك الولد قال ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يحدثنا هذا قال ابن دينار كان ابن عمر رضي الله عنهما كثيراً ما يحدثنا بهذا في إسناده ضعف وعبد الله بن جعفر هذا هو المديني ضعفه ولده الإمام علي بن المديني وغيره على كل حال هذه المخلوقات دلائل على قدرة الله وعظمة الله وأنه هو المعبود لا معبود بحق سواه جل جلاله وقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أي فذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم الناس بما أرسلت به إليهم فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ولهذا قال لست عليهم بمسيطر قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما لست عليهم بجبار وقال ابن الزيد رحمه الله لست بالذي تكرههم على الإيمان إنما بلّوهم قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يكفروا بجميع المعبودات الباطلة ويؤمنوا بالله وحده فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وهكذا رواه مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان والترمذي والنساء رحمهم الله في كتابي التفسير من ثلنيهما من حديث سفيان بن عيين سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة وهذا الحديث مخرج في الصحيحين في رواية أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر هذه الآية وقوله تعالى إلا من تولى وكفر أي تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه أي بقلبه ولسانه والعياذ بالله وهذه الآية كقوله عز وجل ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى أيها ذنب الله ولهذا قال فيعذبه الله العذاب الأكبر قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن أليان كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله الذي أبى هو الذي يدخل النار وأما الذي سمع وأطاع وآمن واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يدخله الله الجنة تفرد بإخراجه الإمام أحمد رحمه الله وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ولم يزد على ما هاهنا روى عن أبي أمامة رضي الله عنه وعنه سعيد ابن أبي هلال وقوله تعالى إن إلينا إيابهم أي مرجعهم ومنقلبهم ثم إن علينا حسابهم أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا ذا الجلال والإكرام تفسير سورة الفجر وهي مكية قال النساء رحمه الله أخبرنا عبد الوهاب ابن الحكم أخبرني يحيى ابن سعيد عن سليمان عن محارب ابن الدثار وأبي صالح عن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ رضي الله عنه صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول أي معاذ فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف فبلغ ذلك معاذ أن فلان لم يصلي معك فقال منافق معاذ قال منافق فأفدك وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الفتاة فقال يا رسول الله جئت أصلي معه فطول علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناضحي أي علفت بعيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ يعني طولت حتى الناس تركوا أفتان أنت يا معاذ أين أنت من سبِّخ اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى يعني اقرأ مثل هذا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد أما الفجر فمعروف وهو الصف قاله علي وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وإكرم والسد رحمهم الله وعن مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب رحمهم الله المراد به فجر يوم النحر خاص يوم أيدي الأضحى وهو خاتمة الليالي العشر يعني آخر الليالي العشر منذ الحجة وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده يعني صلاة الفجر كما قاله عكرم عمه الله وقيل المراد به جميع النهار وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة العشر الأول من ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه سلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة فالعمل الصالح في عشر ذي الحجة فيه فضيلة وفيه أجر عظيم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة العشر الأول من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء يعني استشهد في سبيل الله فالله أقسم بلايال العشر عشر ذي الحجة فالعمل الصالح في عشر ذي الحجة فيه فضل عظيم وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم حكاه أبو جعفر ابن جريل ولم يعزه إلى أحد وقد روى أبو كدين عن قابوس ابن أبي ضبيان عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما وليال عشر قال هو العشر الأول من رمضان قال ابن كثير والصحيح القول الأول يعني العشر الأول من ذي الحجة قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عياش بن عقبا حدثني خير ابن نعيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه السلام قال إن العشر عشر الأضحاء والوتر يوم عرف والشفع يوم النحر عشر الأضحاء أي عشر ذي الحجة الأول والوتر يوم عرف والشفع يوم النحر فرواه النساء رحمه الله عن محمد بن رافع وعبد بن عبد الله كل منهما عن زيد بن الحباب به ورواه بن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله من حديث زيد بن الحباب به وهذا إسناد رجاله لا بأس به وعندي أن المتن في رفعه نكار والله أعلم وقوله عز وجل والشفع 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 والوتر قد تقدم بهذا الحديث أن الوتر يوم عرف لكن لكونه التاسع تاسع ذي الحجة وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر عاشر ذي الحجة وقاله ابن عباس رضي الله عنهما وإكرما والضحاك أيضا رحمه الله رحمهم الله قول ثان وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثني عقبة ابن خالد عن واصل ابن السائب قال سألت عطاء عن قوله والشفع والوتر قلت صلاتنا وترنا هذا قال لا ولكن الشفع يوم عرف والوتر ليلة الأضحى قول ثالث قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن عامر ابن إبراهيم الأصبهاني حدثني أبي عن النعمان يعني ابن عبد السلام عن أبي سعيد ابن عوف حدثني بمكة قال سمعت عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما يخطب الناس فقام إليه رجل وقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع والوتر وقال الشفع قول الله عز وجل ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه والوتر قوله ومن تأخر فلا إثم عليه وقال ابن جريج أخبرني محمد بن مرتفع أنه سمع ابن الزبير رضي الله عنهما يقول الشفع أوسط أيام التشريك والوتر آخر أيام التشريك وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر جل جلاله الله عز وجل له أسماء لا تحصى وإنما هذه التسعة والتسعين فضلها أن من حفظها وآمن بها واعتقدها أن الله تعالى يثيبه على ذلك يثله الجنة قول رابع قال الحسن البصري وزيد بن أسلام الخلق كلهم شفع ووتر أقسم تعالى بخلقه وهو رواية عن محمد وهو رواية عن مجاهد والمشهور عنه الأول وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما والشفع والوتر قال الله وتر وتر واحد وأنتم شفع ويقال الشفع صلاة الغدات أي الفجر والوتر صلاة المغرب قول خامس قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحياء عن مجاهد والشفع والوتر قال الشفع الزوج والوتر الله عز وجل وقال أبو عبد الله رحمه الله عن مجاهد رحمه الله الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثاء وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله والشفع والوتر كل شيء خلقه الله شفع السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا ونحى مجاهد بهذا ما ذكره في قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد الله جل جلاله قول سادس قال قتادة عن الحسن والشفع والوتر هو العدد منه شفع ومنه وتر قول سابع في الآية الكريمة رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله من طريق ابن جريد ثم قال ابن جرير رحمه الله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن أبي الزبير حدثني عبد الله ابن أبي زياد القطوان حدثنا زيد بن الحباب أخبرني عياش بن عقبة حدثني خير ابن نعيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ وهو مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنساء وابن أبي حاتم رحمهم الله وما رواه هو أيضا والله أعلم قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما هي الصلاة منها شفع كالربائية الظهر والعصر والإشاء والثنائية كالفجر ومنها وتر كالمغرب وإنها ثلاث وهي وتر النهار وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما والشفع والوتر قال هي الصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر وهذا منقطع يعني سقط من سنده راون وموقوف ولفظه خاص بالمكتوبة وقد رويا متصلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه عام قال قال الإمام أحمد حمه الله حدثنا أبو داود وطيالس حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام أن الشيخ حدث من أهل البصرة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر هكذا وقع في المسند وكذا رواه بن جرير حمه الله عن بندار عن عفان وعن أبي كريب عن عبيد عن عبيد الله بن موسى إلهما عن همام وهو بن يحيى عن قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ عن عمران بن حسين رضي الله عنهما وكذا رواه أبو عيسى الترمذي حمه الله عن عمر بن علي عن ابن مهدي وأبي داود كلاهما عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام الرجل من أهل البصرة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما به ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة وقد رواه خالد بن قيس أيضا عن قتادة وقد روي عن عمران بن عصام عن عمران نفسه والله أعلم قلت ورواه بن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسط حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام عن قتادة عن عمران بن إصام الضبي شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره هكذا رأيته في تفسيري فجعل الشيخ البصري هو عمران بن إصام الضبعي وهكذا رواه بن جرير حمه الله حدثنا نصر بن علي حدثني أبي حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن عمران بن عصام عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشفع والوتر قال هي الصلاة منها شفع ومنها وتر فأسقط ذكر الشيخ المبهم وتفرد به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري إمام مسجد بني الضبيعة وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي روا عنه قتادة وابنه أبو جمرة والمثنى بن سعيد وأبو التياح يزيد بن حميد وذكره بن حبان في كتاب الثقات وذكره خليفة من خياط في التابعين من أهل البصرة وكان شريفا نبيلا حضيا عند الحجاج بن يوسف ثم قتله يوم الزاوية سنة ثلاث سنة ثلاث وثمانين لخروجه مع ابن الأشعث وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد وعندي أن وقفه على عمران بن حسين أشبه عن من قول عمران بن حسين لا عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم ولم يجزم ابن جرير رحمه الله بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر وقوله والليل إذا يسل قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أي إذا ذهب والليل إذا يسل أي إذا ذهب وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما والليل إذا يسل حتى يذهب بعضه بعضا قال مجاهد وأبو العالية وقتادا ومالك عن زيد بن أسلام وابن الزيد رحمهم الله والليل إذا يسر إذا سار وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما أي ذهب ويحتمل أن تكون المراد إذا سار أي أقبل وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله والفجر فإن الفجر هو إقبال النهار وإذبار الليل وإذا حمل قوله والليل إذا يسر على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإذبار النهار وبالعكس كقوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وكذا قال الضحاك والليل إذا يسر أي يجري وقال إكرما والليل إذا يسر يعني ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة رواه بن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عامر حدثنا كهير بن عبد الله ابن عمر قال سمعت محمد ابن كعب القرض يقول في قوله والليل إذا يسر قال إسر يا سار ولا تبيتن إلا بجمع أي إلا بمزدلفة وقوله هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل لذي حجر أي لذي عقل ولب وحجا ودين وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللسوق بجداره الشام ومنه حجر اليمام وحجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف ويقولون حجرا محجورا كل هذا من قبيل واحد ومعنى متقارب وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه التي يتقرب بها إليه عبادة المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم جل جل جلاله ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وهؤلاء كانوا متمردين عاد كانوا متمردين عتاد جبارين خارجين عن طاعته عن طاعة الله مكذبين لرسله عليهم الصلاة والسلام جاحدين لكتبه فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديثا وعبرا فقال الزوجل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرما لات العماد وهؤلاء عاد الأولى وهم أولاد عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح قاله ابن إسحاق عمه الله وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلكهم أهلك عاد بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم عجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موذع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون نعوذ بالله من عذاب الله وعلينا أن نتق الله ونحذر عذاب الله وقوله تعالى إرم ذات العماد عطف بيان زيادة تعريف بهم قوله ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطسا ولهذا ذكرهم هود عليه السلام في تلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم جل جلاله فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وقال ها هنا التي لم يخلق مثلها في البلاد أي القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم قال مجاهد إرم أمة قديمة يعني عادا الأولى كما قال قتاد بن دعام والسدي حمهم الله أن إرم بيت مملكة عاد وهذا قول حسن جيد قوي وقال مجاهد وقتاد والكلب حمهم الله بقوله ذات العماد كانوا أهل عمود لا يقيمون وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم واختار الأول ابن جريل ورد الثاني فأصاب كانوا أهل عمود وقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها وقال بن عمدا بالأحقاف وقال بن عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد وأما قتاد وابن جرير محمهم الله فأعاد الضمير على القبيلة أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعني في زمانهم وهذا القول هو الصواب